وضمن خطة أمنية محكمة لقيادة قاطع سامراء تواصل ألوية سرايا السلام تنفيذ العمليات الاستباقية تأمين لمدينة الإمامين العسكريين عليهم السلام حيث باشرت قوة من اللواء 314 وحسب توجيهات قيادة القاطع وبإشراف ميداني من قبل أمر اللواء ومشاركة الفوجين الأول والثاني وفوج الطوارئ والاتصاصات الأخرى بمسح وتفتيش منطقة البوج الروب غرب مدينة سامراء وتهدف هذه العملية إلى ديمومة الاستقرار وافشال مخططات الإرهاب في تعكير أمن سامراء